نعم كوثر آخر التطورات هو في استئناف الطيران الحرب الإسرائيلي شنس سلسلة غارات إسرائيلية على محافظة خان يونس في عدد من المناطق في تلك المحافظة وأصفر ذلك عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات بجراح مختلفة وحسب إحصائية أولية فإن هناك أكثر من 15 شهيدا منذ ساعات الصباح في محافظة خان يونس جراء استمرار الغارات الإسرائيلية واستمرار القصف الإسرائيلي على محافظة خان يونس ويتركز القصف حسب ما تم إبلاغنا في محيط مستشفى ناصر الطبي كان هناك تنفيذ سلسلة من الأحزمة النارية في منطقة مستشفى ناصر الطبي وأيضا كان هناك سلسلة غارات إسرائيلية على مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ويعزل الجيش الإسرائيلي مستشفيين ناصر الطبي ومستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر ويمنع الجيش الإسرائيلي الدخول أو الخروج من المستشفيين وهذا سيصعب المشهد على التواقم الطبية وعلى محاولة إسعاف وإنقاذ أرواح المدنيين في تلك المنطقة هناك تحذيرات من وضع ساحي كارثي في محافظة خان يونس هناك الأطخم الطبية بحاجة إلى الغذاء والأدوية والمستهلكات الطبية أيضا بحاجة إلى الوقود كي يتم استمرار عمل مستشفى ناصر أيضا مستشفى الأمل هو لليوم الرابع على التوالي كما تقول جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ويمنع الجيش الإسرائيلي إدخال أو خروج أي مريض أو أي جريح من المستشفيات هناك عشرات الشهداء على الطرقات وبين الأزقة في محافظة خان يونس الجيش الإسرائيلي يطلق النار على كل من يتحرك في تلك المحافظة أيضا الطائرات كواد كابتر الإسرائيلية تطلق النار على كل من يتحرك في محيط مستشفى الناصر الطبي أو مستشفى الأمل أو في بعض مناطق محافظة خان يونس الأوضاع كارثية وصعبة في محافظة خان يونس هناك يسمع بين الفينة والأخرى دوي انفجارات واشتباكات بين الفصال الفلسطينية والجيش الإسرائيلي الفصال الفلسطينية تبنت عدة هجمات ضد أهليات الجيش الإسرائيلي في محافظة خان يونس سواء في منطقة المواصي أو في منطقة وسط محافظة خان يونس هناك من يحاول النزوح والهروب من جحيم القصف من مركز الصناعة التابع للأخرى المتحدة لكن الجيش الإسرائيلي يطلق النار على كل من يتحرك في المحافظة العديد من الروايات والشهادات وصلتنا من النازحين بأن الجيش الإسرائيلي يطلق النار على كل من يتحرك من منطقة الصناعة أو من مركز يواء الصناعة أو من يتحرك على شارع الرشيد يحاولون الوصول إلى محافظة رفح لكن الأوضاع صعبة وقاسية هناك الكثير من الناس تحاول النزوح لكن يتم إطلاق النار عليها في تلك المحافظة الأمور أيضا في مواصي خان يونس الجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قامت نقطة طبية من أجل معالجة الجرحى قبل وصولهم إلى مشافي رفح خلال الأيام الماضية وصلت العديد من الإصابات والعديد من جثمين الشهداء إلى مشافي محافظة رفح لعدم التمكن من الوصول بهم إلى مستشفى ناصر الطبي الأمور أيضا في محافظة رفح كارثية وصعبة كان هناك الفجر اليوم غارة إسرائيلية استهدفت منزل لعائلة الغول في منطقة تل السلطان وأصفرت هذه الغارة عن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين نعم الجيش الإسرائيلي بقصف مسجد عمر بن عبد العزيز في شرقي محافظة رفح أصفرت هذه الغارة عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة العشرات بجراحة مختلفة ووصلت العديد من الإصابات إلى مستشفى أبي يوسف النجار وتم إدخالها إلى غرف العمليات في محاولة لإنقاذ حياتهم اشتركوا في القناة